يستمر فريق الجهد الخدمي الهندسي بتقديم الخدمات حسب خطة عام 2023 نعم 61 منطقة مستمرة فيها الأعمال غالبية هذه المناطق انجزت فيها أعمال البنى التحتية الماء المجاري وصب الباور كيربر والبوكس الترابي وطبقتين سبيس وغالبية المناطق الآن في مرحلة التبليد لغاية هذا التاريخ بدأنا بمراحل إنجاز النهائية لغاية هذا التاريخ اليوم انجزنا منطقتين في بغداد الجديدة من المؤمل هذا الأسبوع إن شاء الله خمسة مناطق أخرى ستنجز نهاية هذا الأسبوع عامال التبليد فيها أيضا ضمن قاطع بلدية الغدير حي السفير سينجز خلال عشرة أيام إن شاء الله المناطق الأخرى التي هي ضمن قاطع الشعلة مناطق الدهوي والدولعي وال420 وكذلك منطقة الفلاحات أيضا تنجز خلال سبعة أيام يعني كل المناطق اللي دخلها تريق الجهد بداية 11 وصلت إلى المرحلة النهائية كون هناك توجيه من دولة رئيس الوزراء المحترم بأن يكون نهاية هذا العام إنجاز لكافة المناطق نهاية العام هي تعتبر يجب أن يكون السقف الزمني الأخير لإنجاز هذه المشاريع نعم للتوضيح بعض المناطق قد نحتاج إلى فترة شهر أو أكثر ما بعد نهاية هذا العام الأسباب التالية هي اللي أدت إلى زحف بهذا البرنامج الزمني هناك بعض المناطق وجدنا معالجة شبكات المجاري تحتاج إلى استبدال فهناك أضيفة كميات وكشوفات جديدة لبعض المناطق أيضا من خلال العمل وجدنا هناك مناطق تحتاج إلى شبكات ماء على سبيل المثال حي طارق القديم في منطقة الصدر الأولى كان الخطة أن ينجز نهاية هذا العام لكن دخلت أعمال شبكة المجاري أنجزت 100% والآن وجدنا هناك حاجة لجاز شبكة ماء فعملنا على تداخل فقرات الماء والمجاري وبدأ بيع البوكس الترابي هذه المنطقة تحتاج إلى مدة إضافية كذلك هناك في قطاع صفر أيضا وجدنا الحاجة إلى شبكة ماء أنجزت شبكة الماء 100% في مناطق العشوائيات الأربعة هي بلدية الصدر الثانية أضيفت شبكة مجاري أنجزت 100% لغاية هذا التاريخ أنجزنا ثلاث مناطق بنسبة 100% المنطقة الرابعة نحتاج إلى عشرة بسبب توسع المناطق الأكثر أما الخطة تسير وفق ما أمر به دولة رئيس الوزراء وفق البرنامج الزمني وهناك لجان متابعة من دولة الرئيس وهناك مواقف يومية ترفع وهتدقق من قبلها خلينا نتحدث أيضا عن الأزقة والشوارع التي شملت بمهام الجهد الخدمي ضمن منطقة حي السلام إلى أين وصلت الأعمال ضمن هذه المنطقة؟ يعني هذا حي السلام أضيف مؤخرا لخطة فرق الجهد قريبا قبل سبوعان تمت المباشرة بهذه المنطقة هناك منشدات كثيرة كونها منطقة مهمولة لفترة طويلة بحدود 190 زقاق الآن في مرحلة أعمال التعديلات في شبكات الماء والمجاري وفتح البوكس الترابي أيضا هناك مدخل يتعارض مع طريق سريدات حسب مشاريع الاختناقات المرورية تم فتح مدخل آخر على بعد 100 متر لغرض منع التعارض بينه وبين المدخل القديم أيضا هناك دراسة لزيادة الجهد الآلي لهذه المنطقة كونها منطقة واسعة تحتاج إلى زيادة الجهد من المحتمل أن تدخل جهات أخرى ساندة إضافة للفرق الداخل الآن هي وزارة النفط والفرق الخاصة باحتمال تدخل أيضا آليات من جهات أخرى كنت تحتاج وقت هذه المناطق؟ يعني الآن إحنا أكملنا أعمال الماء والمجاري المنطقة الآن في مرحلة البوكس الترابي جميع مشاريع الجهد كل منطقة زيادة عدد الآليات فيها يتم تقليص البرنامج الزمني من سنة إلى سنة ونصف إلى ثلاثة أشهر من المتوقع أن تنجز هذه المنطقة خلال ثلاثة أشهر إن شاء الله نعم سيدي كانت هناك خطة تبليد 5 ملايين متر من شوارة بغضاد كم أنجز من هذا المشروع؟ يعني هي هذه الخطة هناك أماكن شملت بها الخطة على أمانة العاصمة تسير بنفس الوتيرة التي رسمت بها الخطة أنجزة الأعمال المنطقة بأمانة العاصمة لكن المشاريع التي هي ضمن أعمال فريق الجهد الخدمي بثلاث مراحل من المتوقع نهاية هذا العام نعم ننجز قرابة الثلاثة ملايين متر مربع ضمن خطة فريق الجهد الخدمي الهندسي سيدي فريق الجهد الخدمي هل لديه أصبح تصور عن المشاريع الخدمية للـ 2024؟ هل وضعتم خطط لها؟ طبعا المناطق التي دخلها فريق الجهد بالمراحل الثلاثة السابقة هناك امتدادات للمناطق أنجزنا قسم من الشوارع الرئيسية نحتاج إلى الشوارع الفرعية المطلة فيها هناك مناطق على سبيل المثال ثلاث شوارع رئيسية في منطقة السبع قصور المناطق المحصورة للقطاعات الفرعية لهذه المناطق الثلاثة شملت ضمن خطة عام 2024 وأيضا لدينا مشاريع ضمن قاطع الرصافة الكثير من هذه المناطق المهملة شملت أيضا ضمن خطة عام 2024 وأيضا مناطق كثيرة ضمن قاطع الشعلة هناك مناشدات أيضا من أطراف بغداد أيضا مشمولة ضمن هذه الخطة خطة 24 ستكون أوسع بكثير من المراحل الأخرى وممكن حتى المدة الزمنية تكون أكثر ذكرت حضرتها قبل قليل أنه تم اختزال المدة الزمنية من سنة وثمان شهور إلى ثلاثة شهور لإنجاز هذه الأعمال فكيف تم الاختزال هذا يعني على أي أساس بأنه راح تنتهي هذه المشاريع بشكل أسرع فترة زمنية قصيرة كل عمل فيه إنتاجية آلية على سبيل المثال إنتاجية الشفل أو القريدر بالمتر طول كذا متر طول إن تنجز الآلية الوحدة زيادة عدد الآليات تكون الإنتاجية أكثر كذلك هناك ساعات عمل بدل ثمان ساعات كان التوجيه من دولة رئيس وزارة بأن تكون ثلاث شفتات طبعا الثلاث شفتات لحدنا ما مطبقة بشكل واقعي مئة بالمئة لكن في بعض المناطق للجهد الخدمي طبقت حسب ظروف المنطقة طبقنا هذه الخطة في منطقة السفير طبقناها في منطقة المعسكر هناك مناطق واسعة كان يستوجب أن يكون دوام لثلاث شفتات طبعا هذا ساعدنا كثيرا في اختزال المدة الزمنية حي السفير يتضمن إنجاز أعمال بمئتين وخمسين شارع هذا حي السفير تتجاوز بنسبة السكان أكثر من خمسين ألف نسمة هذه الخطة التي رسمت ونفذت بهذا الشكل اختزل الزمن من سنة وستة أشهر إلى ثلاثة أشهر خلال نهاية هذا العام سنسلم منطقة حي السفير تابع لقاطع بلدية الغنير